شكلت غرفة تجارة العقبة ودائرة الجمارك لجنة جمركية للوقوف على جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري في العقبة لإيجاد حلول لها تجار العقبة قالوا خلال لقاء مع إدارة الجمارك العامة إن الإجراءات المتبعة للتخليص على البضاع القادمة للعقبة واشترات مرورها في عمان لاستكمال الإجراءات يسهم بزيادة الجهد والأعباء المالية والإدارية على المستوردين ودعا التجار إلى السماح للتجار القادمين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ الفي دينار ودفع الرسوم المترتبة عليهم في المعابر الحدودية بموجب سنت قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة رقم أربعة ورفع قيمة المشتريات الشخصية من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة تجاريا إلى خمسمائة دينار نتمنى من دارة الجمالك أنه البضاعة الواردة إلى تجار المنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنها يتم تركها وشأنها أنها توصل للجهة يعني أنا جايبة من دبي للعقبة ليش تم حجز البضاعة في عمان المالية التي يترتب على هذا الحكي على هذا الصياق بهذه البضاعة ثانيا تاجر مدينة العقبة محروم من القائمة الذهبية والمصرب الأصفر والمصرب الأزرق وكل الإرسليات التي ترد لهذه المنطقة تأتي تحت المصرب الأحمر أغلب المشاكل الموجودة هي مشاكل إدارية ترحل بالاجتماعات والجلوس مع بعض على طاولة واحدة اليوم ركزنا وأكدنا على موضوع التخليص المسبق وعلى أهمية النافذة الوطنية دائرة الجمارك أبوابها مفتوحة للصناعيين والتجار والمستثمرين